سلم وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري رئاسة الدورة الخامسة والاربعين إلى نظيره المصرية الدكتور أشرف صبحي بعد فوزه في انتخابات رئاسة المكتب التنفيذي فيما فازت السعودية والأردن والإمارات والتونس والجزائر والكويت والعراق وليبيا إضافة إلى مصر ودولة فلسطين العضاء الدائمين في المكتب التنفيذي وجاء التسليم خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بل منعقد بمقر جامعة الدول العربية بحضور وزراء الشباب والرياضة بالدول العربية والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية وتطرق الاجتماع إلى جملة من الملفات الشبابية والرياضية منها النظر في طلب لبنان تقديم ملف حول الفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها خلال العام الحالي 2020 بمناسبة احتضان بيروت لفعاليات عاصمة الشباب العربي تضمن مشروع جدوى الأعمال للمجلس إطلاق مسابقة للشباب العربي لتصميم شعار لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب منبثق من شعار جامعة الدول العربية وناقش المجلس تنفيذ قرار الدورة الرابعة والأربعين للمجلس بإطلاق مبعوثين افتراضيين للشباب العربي حيث تم التعاقد مع شركة للرسوم المتحركة لتصميم ستة فيديوهات حول موضوعات رؤية الجامعة العربية لتنمية الشباب والأمن والسلم وتمكين الشباب اجتماعيا واقتصاديا والمشاركة المدنية ونبدل العنف والتطرف والإرهاب والهجرة غير الشرعية وبحث المجلس مشروعات البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية العربية المقرر تنفيذها الفترة المقبلة إلى جانب تعزيزه ودعم التطوع والمشاركة في الفعاليات والأحداث التي تنظمها دولة قطر بمناسبة استضافتها لكأس العالم لكرة القدم وإطلاق الاستراتيجية العربية لاستثمار طاقات الشباب 2022-2025